في اول جولة اقليمية له بدأت بالرباط هذا الاربع ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص والجديد الى الصحراء الغربية يلتقي الخميس وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا طاولة شحيحة المعلومات والمخرجات اعلاميا لن ينتهي الحديث حولها هنا بل يمتد الى الجزائر وموريتانيا والى لقاء مسؤولين من جبهة البوليزارغو في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف حسب ما اعلنته الامم المتحدة الخارجية المغربية في تدوينة جتيمة على تويتر لم تجد ما تفرزه من حيثيات لقاء غير عنوانه ورحت في ذيلها تصر على ربط الجزائر بازمة يعرف القاصي والدان من طرفها بقولها ان اي حل سياسي للصحراء الغربية لن يكون الا بحضور الاطراف الاربعة ورقة الحكم الذاتي التي يلوح بها النظام المغربي في كل مرة لن تكون مجدية امام المد المتزيد للدعم الذي تحظى به القضية الصحراوية خاصة خلال الفترة الاخيرة التي عرفت تخصيص البرلمان الفرنسي ولأول مرة جلسة خاصة حول الصحراء الغربية ويرى متابعون ان اي جهود اممية لن تؤتي ثمارها مدام المغرب يفتح عينيه متى يريد وامام ما يريد فقط ويغلقها امام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لكن ذلك لا يمنع ان الجهود التي يقودها ديمستورا قد تحمل ما يسر في سير القضية الصحراوية اعتبارا لتطورات توصف بالاجابية تعرفها القضية ترجمة نانسي قنقر